ليس من مصلحة الدولة ولا ترغب الدولة ولا الجهة القضائية ولا ترغب الجهات القضائية ولا الجهات القائمة على الانتخابات وعلى الأسهم اللجنة العليم لا هم يرغبوا ولا من مصلحة منهم يطبقوا غرامات على حد ولا الوضع الاقتصادي يسمح أساساً مش كده بغض النظر بغض النظر بغض النظر بغض النظر وليس من مصلحة أحد أنه نفعل وطبق الغرامات أنا عايزك تنزل تشارك أنا عايزك تنزل بإرادتك إنما هي فكرة الغرامة جات إزاي أو كات أسبابها إذا كان القانون بيدي لك هذا الحق وأنت تخازلت الصالح العام الأمن القومي المصري بيقترد أن احنا ننزل وبالتالي أنا خليته التزام والبعض بيقول هذا حق ومن حق أن نروح أو ما روحش نظرة القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحياة السياسية بيتكلم على إن ده التزام فالكلمة لإن ده التزام بأنه قال على كل مصري ثم فرض بعد ذلك على فكرة العقوبة مش على ما بيروحش بس لا وعلي يتلعب بصوتك وعلي يمنعك من إنك تروح وعلي يمنعك من إنك تروح فهو تنظيم شامل عشان ما ناخدش الموضوع في الدائرة دي فقط أو يوجهك لحد معين أو يوجهك لحد معين بس أنا أعيز أقول لك والله دكتور عزة ودكتور نيجي أنا واحد من الناس كمواطن لا أقبل إن حد يوجهه أنا ليه عقليتي وبعمل العقل أو بأعمل العقل فروق فردية يا سيلي فروق فردية في غرق يقب لا فروق فردية والله خلاص ما تتمسى لنفسك في غرق دماغه مركوبة عادي شوف الديمقراطية في الدول كلها بتحتاج إلى قدر من الوعي هكلم عنه ده بقى والقدر من الوعي اللي واجب إن يكون متوافر لدى الشعب لا محتاج وقت ومحتاج تكوين ثقافي ومحتاج تكوين اجتماعي معينة دكتور عزة طبعا والأدوكيشنل وتربية ولذلك إحنا ما بنقوله شارك المرة دي ابنك بعد كده هيشارك ابنك بعد كده هيشارك هنعرف أهمية المشاركة أنت بتكون وعي ديمقراطي ثقافة ثقافة ديمقراطية إنك تحجبها من دلوقتي طب أنا كدولة هل من حقي حتى لو دعا حماية للصالح العام إن أجبرك بأدوات قانونية إنك تروح صح لأن الموضوع هو ليس حق خاص لك حق عام أنت بتتكلم في حق عام أنت بتتكلم في حق يا هم الدولة فبعد إذنك فكرة تقييد الحقوق الخاصة ليست بجديدة لا في مصر ولا برا مصر يعني في حقوق كتير جدا وهي حقوق خاصة أي القانون قيدها عندنا في مصر وبر مصر فعل لا أنا شايف أن يعني أفضل وأجمل أنه ينزل لوحده أن النزول يكون إيجابي وبالمشاركة أحسن ما قوله لو ما نزلتش هعمل فيك كذا طب اللي بيعزف على الانتخابات ما هي دي بقى ما دي مشكلة نص بقى كان نص مدى 57 اللي في الفصل السابع من قانون تنظيم مباشرة الهواء السياسية بيقول يعاقب بالغرامة يعاقب بالغرامة بما لا يزيد عن 500 جنيه بما لا يزيد عن 500 جنيه اللي هو بقى العزوف اللي جاي بقى هم إذا تخلف عن الإدلاء بصوته دون عزف دون عزف ساعتك قلت تقولي احنا مطبقناهاش قبل كده وقلت لحضرتك ولا احنا عايزين نطبقها لا طبقناها ولا احنا عايزين نطبقها إنما واضع النص حبوا يحسوا الناس بنوع من الزجر انزل ده حقك إذا لم تباشره بالسعر إذا مش حقك مطلق لي